وذكرت وكالة كيودو اليابانية للمبا يوم الأحد أن زلزال بقوة 7.3 درجة وقع ليلة يوم السابق وأدى إلى سابة 155 شخصا في تسع محافظات يابانية بما فيها مياجي وياماغاتا وفوكوشيما وإيباراكي في الأثناء كشفت شركة سكك حديد شرق اليابان أن استيناف تشغيل الخط الكامل سيستغرق حوالي عشرة أيام بسبب الأدرار التي لحقت به في توهوكو بالإضافة إلى ذلك تم إجلاء 240 شخصا على القلب في هوكوشيما ومياجي بعد أن تعرضت منازلهم للأدرار كان تم استعادة الطاقة الكاربائية لأكثر من 900 ألف أسرة في منطقتين توهوكو وكانتو ولكن لا تزار إمدادات المياه متفوقة في فوكوشيما ومياجي ترجمة نانسي قنقر